تحليل الأيدز والعلاج التحصيني أولاً نحب أن ننبه أن لو شخص عمل علاقة جنسية خارج إطار الزواج لدينا أولاً يجب أن ننبه لهم أولاً سيجيب لك مشاكل كثيرة ننصح الشباب بالبعد عن هذه الممارسات الخاطئة وأنه يتجنب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أولاً نحب أن ننبه أن هناك علاج تحصيني لمثل هذه الأخطاء التي يقع فيها بعض الشباب مثلاً شاب راح لنادي صحي وأخطأ وعمل علاقة غير محمية وبالتالي هو خايف لا يأتي له إيدز وبالتالي هناك شيء اسمها علاج تحصيني الغلاج التحصيني يأخذ حباية واحدة كل يوم لمدة شهر وهذا يمنع دوس عدوى الإيدز بنسبة أعلى من 90% بالنسبة لهؤلاء الأشخاص كيفية الحصول على هذا الدواء أولاً هذا الدواء لا يباع في الصيدليات ولازم دكتور متخصص هو الذي يكتبه ويكون في مستشفى حكومي وبالتالي هناك صعوبة في الحصول على هذا الدواء سواء كان في مصر أو في الدول العربية وبالتالي ننصح هؤلاء الشباب أن نبتعد أصلاً عن هذه العلاقات الجنسية المشبوهة أولاً هذا الدواء يجب أن يأخذ في خلال من 48 إلى 72 ساعة طبعاً لا ننصح به لكن إذا اقتضى الأمر فالطبيب المتخصص هو الذي يكتبه وينصح هذا المريض لو شاهد حالته تسمح بكذا لأنه ليس كل الحالات الطبيب يكتب لها هذا العلاج التحصيني